حرص أحمد سيد زيزو لعب نادي الزمالك على الرد على التقارير التي أشارت إلى رغبته في الرحيل عن الفريق في المركات الحالي وكان نادي الزمالك قد أعلن في بيان رسم رفضه عرضاً من نادي الشباب السعودي للحصول على خدمات زيزو وقال زيزو في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بتطبيق إنستغرام للتوضيح ولحق جماهير الزمالك عليه أولاً كل الشكر على الحب من جماهير نادي الزمالك العظيمة الداعمة للنادي بشكل عام ولزيزو بشكل خاص وأضاف كل ما أثير الأيام الماضية بشأن رغبتي في الرحيل عن نادي الزمالك ما هو إلا اجتهادات من السوشيال الميديا والله أعلم من كان مصدرها وتابع رغبتي كانت وستظل دائماً مصلحة نادي الزمالك وجماهيره وإذا كانت رغبة جماهير نادي الزمالك وإدارة النادي هي انتقال لأي ناد والاستفادة المادية أو أياً كان السبب سأكون أنا أول داعم لهذا القرار وأوضح لكن رغبتي كانت وستظل هي البقاء في نادي الزمالك أكبر وقت ممكن لمساعدة الفريق في أوقاته الصعبة قبل أوقات الفرح وأكمل يجب أن تتكاتف جماهير نادي الزمالك مع اللاعبين الذين تحملوا ما لم يقدر عليه بشر يجب أن تعلم جماهير نادي الزمالك أن لاعب الفريق يتحملون جزءاً من الموسم الماضي ولكن بلاعبين آخرين لكن الوضع أكثر سوءاً واختتم بيانه تعودت أن أكون صريحاً وأن أتقي الله في كل كلمه وكل موقف مهما كانت العواقب ما مضى فهو ماض ويجب أن نتكاتف من أجل كيان كبير اسمه نادي الزمالك يذكر أنزيز شارك مع الزمالك في تحقيق الفوز ببطولتي الدوري في نسختين متتاليتين وقام مجلس إدارة نادي الزمالك بتسليم استقالته الجماعية بشكل رسم إلى الجهة الإدارية يوم الأحد وتقديمها بخطاب رسم موجه إلى مديرية الشباب والرياضة في الجيزة وذلك بعد استفاء جميع التوقيعات